إزاي الكاتب الرياضي أو الناقض الرياضي لزي حضرتك أو طبعا على مستوى العالم كله كمان يجنب انتماءاته الرياضية ورأيه شخصي في أي فريق إذا كان هو بيحبه وما بيحبوش بينتميله أو لا وهو بيكتب ده الفرق ما بين أي كاتب ناجح وكاتب عاطفي يعني أنت ممكن تبقى كاتب عاطفي وكويس وعندك شعبية وكل حاجة لكن الفكرة نفسها أن أنت اللي بتكتبه ده بيعيش أنت ممكن تعيش هتعيش قد ما تعيش لكن اللي كتبته ده هيعيش فوق 200 و300 سنة هيبقى مرجع الناس هترجع تقرأ إذا كنت أنت مش أمين مع نفسك في الكتابة فهتلاقي أنت الجمهور بيقايم الجمهور بيفهم كويس قوي وبيقايم كويس قوي ممكن تقرأ كتابته وقول لا ده أهلاوي لا ده زمال كاوي لا ده زمال كاوي تعرف من انتماءاته من قراءه موضوع هيبقى بسيط قوي من قراءه فإنت ابعد قراءك عن فكرة لما تكون مثلا كتاب زي ده أنت بترصد التأثير الاجتماعي وكرة القدم على مدينة القاهرة مثلا فما ينفعش أن أنت تقول مثلا الأهلي بس أو تتجاهل الزمالك أو تقول الزمالك وتتجاهل الأهلي وتتجاهل الترسانة تتجاهل تطور الكرة في مصر كان شكله ايه في الوقت ده القاهرة وتأثرها بالموضوع حاجات ما ينفعش تحط فيها رأيك الشخصي أنت ممكن ترصد مثلا لو أنت بترصد تاريخ هتقول أحداث تاريخية رأيك الشخصي هيكون في حاجات بسيطة جدا لكن ما يبقاش فيه تحيز زي فكرة التحيز دي تضرب مصدقيتك عند اللي بيقرأ لك فأنا ببعد جدا عن الحكاية دي أنا اللي همني أنا بحب الكرة أصلا عموما يعني حتى لو أنا في مصر عندي انتماء لنادي معين لكن في النهاية لو في مطش مهمة هتتفرج لو في فريق بيلعب مهمة هتتفرج طبعا أنا شغلي هو الكرة فشغلي هو الكرة ده يعني أنا بنتمي لكرة القدم نفسها وأنا بروفيشنال في شغلي اللي يهمني أني أنا أعمل الشغل صح مش أنه أثبت وجهة نظر صح على حساب أي وجهة نظر تانية فاهمك